موسكو بعد مناكفات عديدة بين الغرب وموسكو قادت إلى حرب ضروس في أوكرانيا والسبب مطالب كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو تطل فنلندا والسويد بطلبهما الانضمام إلى الناتو مؤخرا وتعمقان المأزق أكثر لتفتح أبواب المواجهة مع موسكو على مصرعيها سيما وأن موسكو قد حذرت مرارا الدول الواقعة على حدودها من خطوات كالتي خطتها كييف وعلى وجه الخصوص إمكانية انضمام فنلندا الذي اعتبرته أنه سيشكل انتهاكا لاتفاقية أبرمتها مع روسيا عام 1992 تنص على التزام كل طرف بعدم السماح باستخدام أراضيها لشن عدوان عسكري على الطرف الآخر كذلك السويد التي تبنت سياسة الحياد منذ انهيار الامبراطورية السويدية في القرن التاسع عشر خاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية ما يعني أن ستوك هولم لم تخد حربا منذ عام 1814 وتتمتع برخاء كبير منذ ذلك الحين فبالطبع خطوة الانضمام هذه وبناء على العلاقات الوثيقة مع الحلف قوبلت بحفاوة كبيرة من قبل واشنطن والأمين العام للحلف يانس ستولتنبارغ الذي وصف الخطوة بالتاريخية وأن الحلفاء سينظرون في الخطوات التالية التي يجب اتخاذها بهذا الشأن والتي اعتبرت من عدة أطراف دولية أنها خطوة استراتيجية وجريئة بهذا التوقيت تالي يعني بعد طلب انضمام فنلندا والثويد الدول الحيادية خلال العقود الماضية وبعد اجتماع رايمشتاين بألمانيا يلي ضم أكثر من أربعين دولة وهو اجتماع سيتحول لاجتماع شهري الحرب أو النزاع في طور التوسع وعلى عكس الموقف الحازم الذي اتبع تجاه أوكرانيا عندما قررت التراجع عن موقف الحياد وانضمامها إلى الناتو من منطلق القرار السيادي وعدم سماحها لأي طرف في التدخل بها لكن يبقى البعد التاريخي لكييف وأهميته لروسيا القيصرية هو بيضة القبان الروسية التي جعلت من انضمام كييف خطا أحمر بينما الموقف التركي الأكثر براغماتية في مطالب الانضمام للسويد وفنلندا وهذا ما بد جليا في خطاب رئيس النظام التركي رجب أردوغان الرافض لهذا الانضمام وهو ما يبرز موقف أنقر الهادف لمحاصرة معارضيها في كلا الدولتين كما أن السعي وراء مصالحها بهذا التوقيت بات جليا بغض النظر عن المصلحة العليا للحلف الذي وصفها فيه دبلوماسيون غربيون بأنها الشريك غير الموثوق للحلف فلعبة المصالح الدولية بالوقوف على حافة الناتو ستبقى قائمة ورهنا للمعطيات الدولية القادمة بينما تبقى هذه المرحلة نقطة مفصلية من عمر الحلف الأطلسي ومتوقفة على قدرة هيلسينك وستوك هولم بالتخلي عن حيادهما من عدمها